اهلا بكم وإلى اللعنة المعلم ومبيوت يبحثان الأزمة السورية مع النصولين القرانيين وتهران تؤكد أن انتصار حلب غير معادلات المنطقة وتحضر من استغلال الإرهابيين للهد القوات العراقية تحرر منطقة العركوب وحي القدس في المنصل وعشرات الشهداء والجرح بتفجيرات إرهابية في بغداد خلافتهم بشأن زيادة الضراء في الموازن العام الجديد في الجزائر وتجار يهددون بالأدراء تفكيك شبكة إرهابية تابعة لداعش في سيدي بوزيد وشاهد يقول أن نحو ثلاثة آلاف توليسي يقاتلون في الخارج أفاد مراسل الميادين في نيويورك بأن ممثلي الدول الأعطاء في مجلس الأمن خرجوا من جلسة مشاورات لإجراء مشاورات مع حكوماتهم قبل التصويت على مشروع قرار روسي بشأن وقف إطلاق النار في سوريا ويدعم المشروع المضيف عملية سياسية مع إجراء المباحثات المقررة في كزاخستان الشهر المقبل بين الحكومة والمعارضة والفصائل المسلحة وتدعو مصودة القرار أيضا إلى السماع بدخول سريع للمساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق في البلاد وفي تهران كان الوضع السوري محور مباحثة أجرها الرئيس الإيراني حسن روحاني مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم ورئيس مجلس الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك وقد رحب روحاني بوقف إطلاق النار في سوريا وحذر من مغبة تقوية المسلحين أنفسهم خلال هذه المرحلة وأمل أن تجلب مباحثات لأستانا السلام المستدى مجددا تأكد وقوف تهران إلى جانب سوريا في ساحات المقاومة ومختلف المجالات السياسية بعد 24 ساعة فقط على دخول وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ وفد سياسي أمني سوري رفيع يجلس إلى الطاولة الإيرانية مناقشا مسار المرحلة المقبلة انتصار سوريا في حرب الإرهاب العالمية ضدها كما تقول طهران وتسريع وتيرة الحل السياسي يجب أن لا يأتي على حساب المعادلات الإقليمية الجديدة بعد معركة حلب لذا يجب ضمان المكتسبات من خلال الحفاظ على تفوق القوة العسكرية للجيش السوري ومراقبة تحركات المجموعات المسلحة كما يقولون هنا إلى جانب مواصلة محاربة الإرهاب بلا هوادة ضروري يكون زمانات بعضها جدا وحيز زمانات يجب أن تأتي من قبل تركيا عمليا هناك كانت تنسيغات بين حيز مجموعات المسلحة الموسوفة بالمجموعات المؤتدرة مجموعات أخرى مثل جبحة النصرة ولحظة السبب موزوح حساس جدا لا يتوقف التنسيق الإيراني السوري لكنه يبدو اليوم أكثر تسارعا ثلاث جولات عقدها وزيراء خارجية إيران وسوريا إحداها كانت خاصة بهدف تنسيق الرؤى ومناقشة المقترحات المطروحة بشأن المرحلة السياسية التي ستنطلق من الأستان قريبا ولسيما أنها تتسم بالدقة نظرا إلى انخراط المجموعات المسلحة فيها للمرة الأولى فالنجاح يتطلب توفير أسبابه هناك شكوكا حول مدى حقيقة الدور التركي في المرحلة المقبلة هذا هو تقريبا الموضوع الذي الآن يدرس والخفايا للقضية وكيفية برمجة اجتماعات المقبلة في قزاخستان وضرورة النجاح فيها شيئا فشيئا يبدو أن ملامح المرحلة المقبلة تتضح وإذا ما كانت مرحلة فرض تغيير الحكومة السورية قد ولت كما تعتقد طهران فإن هذا لا يعني أن البعض قد لا يفكر في انتهاج سياسة الاستنزاف وهنا تقول طهران إنها لن تقف مكتوفة الأيدي سياسيا وأمنيا تحاول طهران بذل الجهود وتوحيد الرؤى لضمان دخول الأزمة السورية مرحلة جديدة مرحلة يستمر فيها وقف إطلاق النار وتتهيأ الأرضية لإطلاق مباحثات سياسية تنهي أزمة استمرت حتى الآن أكثر من ست سنوات حاسم كلاس تهران الميادي حررت القوات العراقية منطقة العركوب في المحور الشمالي للموسل وكامل حي القدس ضمن المحور الشرقي للمدينة قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودة أعلن أن الشرطة حررت سكرتها على مسار المعركة وأن داعش خسر نحو 60% من قدرته القتالية والدفاعية كما أشار إلى أن الشرطة الاتحادية نشرت مئات القناصين فوق الأبنية ووضعت الحواجز والمتاريس في الخطوط المتقدمة لصد هجمات داعش وفي بغداد استشهد وأصيب العشرات بسلسلة تفجيرات إرهابية ضربت بغداد الجديدة وسوقا شعبية في منطقة السنك وسط بغداد وتبناها داعش ووفق مراسلنا فأن عبوة الناسفة انفجرت في السوق تبعها تفجيران انتحاريا بأحزمة الناسفة وسط المواطنين الذين تجمعوا في مكان التفجير الأول ودعت العاصمة العراقية هذا العام بعشرات الشهداء والجرحة في تفجيرين انتحاريين استهدفا سوقا مزدحما وسط بغداد سارع تنظيم داعش إلى تبنيهما الناطق باسم عمليات بغداد أشار إلى أن إرهابيين اثنين يرتديان حزامين ناسفين فجرى نفسيهما ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين جاء نقلنا الشهداء ونقلنا الجرحة في المستشفيات القريبة شون ندري بها العالم لا متى أن نبقيت انفجارة الانفجار المزدوج وقع داخل سوق السنك المقتضي بالباعة والمتسوقين تلاه انفجار آخر حين هرعت سيارات الإسعاف لإنقاذ الجرحة ونقل الشهداء فيما طوقت الأجهزة الأمنية المنطقة ومناطق متعددة في العاصمة فاجعة مؤلمة أصابت العراقيين في نهاية عام دام يأملون أن يكون خاتمة لدوامة العنف التي تضريب البلاد أكد رئيس التحالف الوطني العراقي سيد عمار الحكيم أن وثيقة التسوية الوطنية هي لكل العراقيين وهي خيار استراتيجي لمرحلة ما بعد داعش وفد التحالف برئاسة الحكيم أطلع المراجع الدينية في النجف على وثيقة التسوية وسيطرحها على القوى السياسية الممثلة لكل مكونات العراقية وفق بيان صادر عن مكتب الحكيم فأن التسوية لها مخرجات أولها الأمن وتوفير الاندماج المجتمعي والإقليمي داعيا جميع إلى تبنيها على قاعدة تصفير الأزمات وما يمكن أن يرى الأفريقاء فيها من أساس لإعادة إنتاج وضع سياسي عراقي يتحرك الحكيم تنقل بين بغداد وعمان وطهران والموعد القاهرة لتقديم رؤية سياسية برعاية أممية الأبرز فيها يريده رئيس التحالف الوطني إجماع على تعديل الدستور وعلى اعتباره مرجعا لحل الخلافات من دون الركون ككل مرة إلى اتفاقات ووثائق شرف ثنائية وثلاثية لا تجد طريقها إلى التطبيق الحكيم ومؤيدو خطوته يجدون أملا في إنتاج مصالحة مجتمعية تعالج قساما سياسية أما المعترضون فلا يثقون بما اعتبروه أرضية القلقة لا يبنى عليها اتفاق أكبر العقبات هي عدم الثقة عدم وجود الثقة بين الفرقاء السياسيين وهذا شيء طبيعي بعد هذا المخاض العسير قيل 13 عام من نزيف الدم أعتقد أن يحتاج فترة ويحتاج إلى فترة إقناع ونحتاج إلى تباحث وطمأنة الشريك الآخر والجلوس إلى ما أدت الحوار الأمم المتحدة طلبت رعاية الوثيقة فرعتها رسمية وتحركت لتسويقها عربيا ودوليا وبين الأفريقاء في الداخل العراقي لكن تعدد الأطراف المطلوب إقناعهم شعب الأزمة والكل طلب مهلة لدراسة بنود التسوية لإبداء الملاحظات هذه التسوية اليوم جاءت من منطلق بعد تحقيق الانتصارات واليوم الأخ الأكبر هو التحالف الشيعي يمد يده للشركاء الآخرين بأن تكون التسوية هي الطريق الأفضل والأحسن للملمة الشمل العراقي أما الأمم المتحدة فتبنت عبر ممثلها في العراق التعامل مع الجهات المعرقلة للوثيقة ووضع سقف زمني لتنفيذ التسوية ليست أزمة داخلية بحتة تلك التي يراد عبرها تصفير الأزمات وتعديل الدستور والانتقال من المحاصصة إلى الاستحقاق السياسي واقع الميدان له حكمه وواقع السياسة ودعوات إنشاء الأقاليم هي العقابة الأبرز يضاف إليها انعدام الثقة وقلة القواسم المشتركة بين الأفريقاء باستثناء ما جمعهم من ضرورات الحرب ضد داعش المشترك الوحيد الذي يمكن أن يماهدى لطائف عراقي فأضحت الوثيق اختبارا حقيقيا لرعاتها ولنجاحهم في فن الممكن عبدالله بدران بغداد الميادين مشاهدين فاصل قصير وهسنا عود جديد أهلا بكم هدد تجارهم في الجزائر بإعلان أضراب النعام وأغلاق المحالة التجارية بسبب الرسوم الضريبية التي أقرها قانون الميزانية الذي وقعه الرئيس عبدالعزيز متفليقة القانون أقر أكثر من 30 زيادة في الضرائب ورفع الرسم على القيمة المضافة إلى 19% كما أنه حرم المواطن أي زيادة في الأجور إضافة إلى تجميده التوظيف وساما عبدالنور على وقع غلاء الأسعار وتجميد الوظائف ورفع الرسوم يستقبل الجزائريون السنة الجديدة قانون الميزانية شدد الخناق على التجار والمستوردين بسبب تراجع مداخل البلاد من العملة الصعبة وتهاوي الدينار أمر أثقل كاهل المواطن الذي سيحرم للسنوات ثلاث مقبلة من أي زيادة في الأجور إضافة إلى تجميد التوظيف ما يتعلق بالاقتصاد سيكون شيء إيجابي لأن قتلك جاء ليرسخ النموذج الاقتصادي لكن على الجبهة الاجتماعية ستكون أمور سلبية لأنه سوف تشهد ارتفاع أسعار سوف تشهد ضغطات أخرى خاصة نحن نعلم بأن في 2017 و18 و19 الحكومة قررت بأنه ليس هناك زيادة في الأجور من خلال أن هذا القانون هو قانون استشرافي يحدد سقف النافقات بالنسبة لـ 17 و18 و19 وتقريبا نفس السقم 6800 مليار دينار بعد إقرار زيادات في قانون الميزانية والمالية لسنة الجديدة التهبت الأسعار في الأسواق الجزائرية وتراجعت القدرة أشرائية للمواطن في هذا السوق الشعبي بقلب العاصمة الجزائرية إقبل المواطنين الضعيف عبد القادر رب أسرة يقول إنه تعود على الزيادات لأن الأسعار غير مستقرة منذ بداية السنة وأخرون يشترون فقط حاجياتهم ضرورية دائقة مالية تتفاقم وأزمة تتصاعد في ظل معلومات عن إضراب عام سيقوضه التجار بسبب الرسوم الضاربية الجديدة يوميا تزيد الأسعار وعبارتي لـ 2 جنفير سندخل في إضراب خمسية في إضراب للمواطن ستعطر بالقدرة الشرائية السلطة الجزائرية تراهن في السنوات ثلاث الباقية من ولاية رئيس بوتفليقة على أن تحقق نموذجا اقتصاديا جديدا يخرج البلاد من الاعتماد على نحو أساسي على مردود النفطة أسام عبد النور العاصمة الجزائرية المياتين نبقى في العاصمة الجزائرية وينضم إلينا رئيس الجمعية الوطنية الجزائرية للتجار والحرفيين بولونوار الحج طاهر أهلا بك سيد الكريم بداية لماذا لجأت الحكومة إلى هذه الخيارات بهذا الشكل ألم يكن أمام الحكومة من بدائل شكرا لكم أولا في البداية بمناسبة ونحن على مشارف سنة 2017 الجديدة لكم ولكل مشاهديكم خالص الأمان وسنة جديدة سعيدة إن شاء الله شكرا لكم أيضا نعم لابد أن نعرف أن قانون المالية 2017 قانون المالية 2017 جاء بعد انخفاض أسعار البترول وللعلم أن اقتصاد الجزائر منذ سنوات عديدة قائمة على البترول حيث أن البترول يشكل 98% من مداخله هي مداخل الجزائر من التجارة الخارجية كذلك البترول يشكل حوالي بين 35% حتى 40% من الدخل الإجمالي المحلي العام فكان إذن وأيضا حتى نسبة العجز على مستوى التجارة الخارجية ومع نهاية 2016 تقارب تتراوح بين 17% حتى 18 مليار دولار هذا الشيء أدى بالحكومة إلى اتخاذ بعض الإجراءات يعني لم تكن تتخذها لو لا انخفاض مداخل الجزائر من العملة الصعبة نتيجة لانخفاض أسعار البترول حيث أن قانون المالي 2017 تضمن بعض الزيادات الزيادة الأولى في الرسم على القيمة المضافة بالنقطتين بالمئة بحيث كانت 17% أصبحت 19% كذلك زيادات في الواقود في البنزين ما يؤدي حتما إلى زيادات في أسعار نقل سواء نقل المسافرين أو نقل البضائع والسلع أيضا هناك زيادة أخرى على كل التعاملات التجارية الخاصة بالعقار الصناعي والعقار التجاري هذه المجموعة من الزيادات التي يتخوف منها المواطنون عامة والتجار خاصة هي الممكن أحيانا تدفع إلى التخوف من الآثار السلبية خاصة وأن القدرة الشرائية للمواطن الجزائري حسب قانون المالية الجديد لا يوجد هناك أمل في زيادة الأجور هذا من جهة لكن الشيء الذي نعم اسمح لي كان دائما هناك تطمينات بأن هذه الزيادات لن تمس جيوب المواطنين على ما يبدو زيادة على مجمل المواد وبالتالي مست جيوب المواطنين نحن الآن أمامها تهديد بالأضراب من سيتراجع؟ أولا بالنسبة لزيادات بالنسبة لزيادات صحيح وتكون هناك زيادات لكن ليست بالحجم الذي يريد أن يثيره بعض المضاربين لتبريرها لتضخيمها ومش الربح أو ليست بالحجم الذي يريد أن يضخمه يعني بعض الأطراف السياسية للعلم بعد أربعة أشهر أو خمسة أشهر من الآن هناك انتخابات تشريعية انتخابات تشريعية تشارك فيها الأحزاب السياسية سواء في السلطة أو في المعارضة ولا شك أن بعض الأحزاب السياسية ما دام استعدادا للانتخابات تريد أن تستغل أي فرصة أو أي ممكن هفوة أو أي تغيير في الأسعار لما صالحها لكن الشيء المؤكد أن مجموعة هذه الزيادات حسب قانون المالي 2017 لن تزيد عن 3% على الأكثر عن 4% في حين أن أهمام حكومة هناك تحديات كبيرة جدا للتخفيف أولا من آثار السلبية لهذه الزيادات ومنها ضرورة رفع الإنتاج الوطني ضرورة تأهيل شبكتي التخزين والتوزيع ضرورة إنجاز عدد آخر من الأسواق الجوارية التي ستساهم في تقليل من هوام الشربح من جهة وفي تقليل الفارق من أسعار الجملة وأسعار التزيئة وأيضا لا بد أن تشجع كل المشاريع التنموية من أجل رفع نسبة النمو خاصة أن في الجزائر كانت سياسة الأوجور لها علاقة بالحركة المطلبية ما تتميله أكثر إلى تلبيات المطالب الاجتماعية الآن لا بد أن نكون اقتصاديين أكثر ونربط الأوجور بمعدل النمو الاقتصادي الذي تعرفه البلد هذا العنوان كبير جدا سيد الكريم يحتاج إلى عمل يحتاج إلى جهد يحتاج إلى وقت ماذا تقول للمواطن الذي ينتظر تأمين قوة يومه نعم صحيح هو مهام كبيرة وعمل جبار يتطلب إشراك الجميع سواء الحكومة أو رجال أعمال والمتعملون الاقتصاديون والتجار لكن لا ننسى أن في الجزائر حوالي 80% من المؤهلات أو من الشروط الاقتصادية غير مستغلة الجزائر زوجة 2 مليون و300 ألف كيلومتر مربع 1400 كيلومتر من الشواطئ يعني 80% أو 70% من الأراضي الصالحة للزراعة غير مستغلة في الجزائر 80% من المادة الأولية بمختلف أنواعها غير مستغلة في الجزائر صحيح هو عمل جبار لكن يكفي فقط لاستغلال إمكاناتنا أما عن الإضراب حضرتك كان وما زال لحد الآن مجرد إشاعة من المضاربين أولا لدفع لزيادة الطلب وتمرير المنتوجات في مدة قياسية كذلك لاتخاذه مبرر لتحقيق الندرة وزيد الأسعار كما أنه حسب آخر المعلومات غذته بعض الأطراف السياسية كما قلت ونحن على مقربة من انتخابات تشريعية الجزائر هي غنية بشعبها وأيضا غنية بهذه الموارد هل تحتاج إلى سياسة ترشيد إلى مكافحة فساد في مكان ما إلى سياسة ذات سلة متكاملة هل هذه الخطة الآن هذه الموازنة تلحظ مشروع التنمية أولا يجب إحصاء جميع الإمكانات التي تتوفر عليها الجزائر وغير المستغلة سواء أراضي زراعية سواء تنوع مناخي بما يساهم في تنويع المنتوجات الزراعية أيضا لا بد من تشجيع مشاريع الرسكلة والتحويل الصناعي والغذائي كذلك لا بد من إشراك الفاعلين الاقتصاديين والنقطة الأخرى لا بد من رسائل فعليا طمأن للمتعاملين الاقتصاديين خاصة في مجال القضاء على الاقتصاد الموازي والتجارة الفوضوية وإعادة النظر في المنظومتين الأساسيتين المنظومة القانونية والمنظومة البنكية التي للأسف أن البنوك الجزائرية ما زالت تعيش تخلفا يتضح بانتشار البيروقراطية وكذلك ممكن كان التوجه نحو دعم الاستيراد عوض دعم الانتاج الوطني هذه الأمور كلها يجب أن تتغير لأن أصبحنا الآن نعيش واقعا دون استغلال هذه الإمكانيات لا يمكن أن ننتصر نعم شكرا جزيلا لأسيد بولونوار الحج طاهر كنت معنا من الجزائر على هذه المشاركة أعلنت وزارة الداخلية التونسية توقف خلية من أربعة أشخاص في محافظة سيدي بوزيد كانت تنشط في مدينة بئر الحفي وشارت الوزارة إلى أن أفراد الخلية اعترفوا خلال التحقيق بمبايعتهم وانتمائهم إلى داعش وتحريدهم للشباب التونسيين على دعم ومبايعة التنظيم وتنفيذ أعمال تخريبية وقد أحيل الموقفون إلى المحكمة القطائية لمكافحة الإرهاب في العاصمة تونس أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد لوكالة الأنباء الألمانية أن الحكومة التونسية سترسل بعثات أمنية إلى سوريا والعراق وتركيا واليمن للتقصي بشأن أعداد التونسيين الذين يقاتلون هناك وكشف الشاهد أن ألفين وتسعة مائة التونسي يقاتلون في الخارج وأن معظمهم في سوريا وأن أربعة مائة منهم قاتلوا في ليبيا وكذا من جهات ثانية عقد اتفاق مع ألمانيا على ترحيل التونسيين المقيمين بصفة غير شرعية في ألمانيا آلت المتحدثة بصفة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن الاتصالات بين موسكو وإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ستبدأ بعد تسلمه منصبه زخاروفا أشارت إلى أن هناك امتباعا بأن الديمقراطيين يحاولون الانتقام من ترامب عبر قراراتهم الأخيرة وكان ترامب قد وصف عدم رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العقوبات الخطوة الذكية خارج سرب الإدارة الأمريكية المغادرة غرد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مادحا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومشيدا بذكائه الشديد في قراره عدم طرد ديبلوماسيين أمريكيين وفقا للمعاملة بالمثل كما أوصت الخارجية الروسية فكتب عبر تويتر خطوة موفقة من بوتين بالنسبة إلى الإرجاء لقد عرفت دائما أنه شديد الذكاء بوتين الذي أكد أن لبلاده الحق في الرد في المكان والزمان المناسبين رد بورودة مفاجئة على قرارات إدارة أوباما مشيرا إلى أن بلاده لن تنحدر إلى مستوى الإدارة الأمريكية الحالية ولن تطرد أحدا من الدبلوماسيين الأمريكيين وعلى النقيد تماما من أوباما دع بوتين أفراد عائلات الدبلوماسيين إلى حضور احتفالات رأس السنة والميلاد في ربوع روسيا أما رسالة الرئيس الروسي إلى ترامب فتضمنت الأمل بأن تتخذ الدولتان إجراءات فعلية لإعادة آلية التعاون الثنائي في مختلف المجالات بعد تأدية ترامب القسم في كانون الثاني يناير المقبل بحسب الكراملان وسط هذا الغزل المتبادل بين الرئيسين لا يزال الكونغرس الأمريكي يبحث احتمال فرض عقوبات إضافية على روسيا وفق مقاله السناتور عن ولاية ميرلاند الأمريكية بينغاردن أتوقع أن الكونغرس سيتخذ الإجراءات أنا سأعرض مشروعي قانون بشأن روسيا يتعلق أحدهما بالتحقيق المستقل في مدى تأثير هجمتهما ضد بلادنا وكيف يمكن أن نستعد لمواجهة ذلك أما الثاني فيتطرق إلى فرض عقوبات إضافية على روسيا وذلك ليس بسبب النشاط الإلكتروني ومحاولة التأثير على عملية الانتخابات فحسب بل بسبب القرم وبسبب ما تفعله روسيا في أوروبا وسوريا العقوبات على روسيا علق عليها القنص للروسي العام في سان فرانسيسكو سيرجيب تتروف واعتبر أن لا أساس لها وأنها غير معقولة نحن نعتبر هذه العقوبات لا أساس لها تماما وغير معقولة وضر جدا للعلاقات الثنائية بين أمريكا وروسيا الخارجية الروسية حملت الديمقراطيين المسؤولية وأعلنت أن هناك انطباعا بأن الديمقراطيين يحاولون الانتقام من ترامب لفوزه في الانتخابات عبر قراراتهم الأخيرة حرب كلامية أعادت إلى أذهان الكثيرين الحرب الباردة التي نشبت بين القوتين العظميين والتي استمرت من عام 45 حتى نهاية الثمانميات وشهد خلالها العالم العديد من الأزمات إلى العنو المعلم ومملك يبحثان الأزمة السورية مع المسؤولين الإيرانيين وتهران تؤكد أن انتصار حلب غير معادلات المنطقة وتحذر من استغلال الإرهابيين للهد القوات العراقية تحرر منطقة العركوب وحي القدس في البوصل وعشرات الشهداء والجرح تفجيرات إرهابية في بغدان خلافات حول زيادة الضرائف في الموازنة الحمى الجديدة في الجزائر وتجار يهددون بالأطراب تفكيكو شبكة إرهابية تابعة لداعش في سيدي بوزيد وشاهد يقول نحو ثلاثة ألاف تونسي يقاتلون في الخارج المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الانترنت الميادين.net باللغة الإسبانية اسبانو.لميادين.net إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر